السلام عليكم معكم طلال نقار اليوم هو تعليقه سبعة وعشرين اتنين الفين وثلاثة وعشرين عنوان هالفيديو هو الطريق الى امريكا بالنسبة الاطباء المخضرمين المخضرمين هون كلمة لبقة للمقصوط فيها الاطباء الختائرة او اللي يصل لهم زمان عم يمارسوا طب او هن يتخرجوا ويختصوا ببلادهم ويشتغلوا فترة مثلا ويقحها بين ينتقلوا لامريكا اللي هي مثل حالتي انا صراحة انت كل فترة وفترة عم تجيني اسئلة بالخاص بالبرايفيت وكل مرة يعني عم عيد نفس الاجابات صراحة لدرجة اني مليت من هالموضوع وخاصة انه ما عد عندي معلومات جديدة قدمها فحبيت اجمع كل شي بعرف عن هالموضوع بفيديو حزا وعسى ودعا يكونوا فيه الزملاء اللي حابين يعرفوا كيف تصير هاي الشغلة فبرجع لموضوعنا بالنسبة للممارسة طب امريكا لحتى تقدر تشتغل بأي مكان بامريكا لازم تحصل على شغلتين اساسيات لازم تحصل على ترخيص طبي من الولاية اللي فيها مكان العمل طبعا بامريكا فيه خمسين ولاية وفي خمسين هيئة بورد مسؤولين عن اصدار الترخيص الطبية كل ولاية لحالها هنجع على التفاصيل اضافة للترخيص الطبي ترخيص الطبي بيسمح لك تمارس الطبي هاي الولاية بس هذا لا يعني انه المشفى اللي انت حتقدم عليه حيرضى يشغلك المشفى اللي بدك تقدم عليه لازم يقبل انه يشغلك فيه شغل اسمه كريدينشنين كوميتي يعني هيئة الترخيص او هيئة الموافقة او نصادقة هاي الهيئة بتجتمع شهريا بكل مشفى بتتألف من رؤساء الاقصام عادتان مع شوية اداريين بيقرروا انه بيراجعوا ملفات الاطباء اللي حيوظفوهم مشان يكون ما يكون فيه انحياز او يكون فيه بياس او انه يشغلوا اطباء ما نننأهل او ما نننكفع فبيراجعوا كل ملف طبيب العادة الرئيس للقسم اللي هو بده يشغل طبيب عنده بيجهز ملف كامل وبيبعتوا لهي الكريدينشنين كوميتي فشرط الدخول للكريدينشنين كوميتي اول شغل ان يكون حاصر على الترخيص لنعمل بالولاية نفسه بعد ما يكون حاصر على الترخيص بيراجعوا بقية الامور هي شهاداته واذا كان فيه عليه اي مشكلة واذا كان فيه بيعملوا سيرش كبير فمن هون الشرط اللي بيراجعوه هي شهاداته العلمية فاذا الكريدينشنين كوميتي منحتك سمحت لهذا الطبيب يشتغل بهذا المشفى وكان معه الترخيص واصلا ما بقدر يفوت على الكريدينشنين كوميتي اذا ما كان معه الترخيص فالشغلتين حققهن فصار قادر يوقع عقد مع المشفى ويبدأ العمل مع هذا المستشفى كيف بيقدر الواحد يحصل على ترخيص لا يعمل بامريكا لازم يقدم على هيئة البورد اللي هي بتمنح بكل ولاية اللي هي بتمنح الترخيص بهاي ولاية في عندك خمسين ولاية ففي عندك خمسين هيئة طبية بتختلف عن بعضها بالشروط في اختلاف كبير احيانا بيناتهم هدول الورقة هاي بتنطلب هون بورقة هاي ما بتنطلب هون بس عموما بيجمعهم سوا انه انت لازم يكونك متدرب حاصل على تدريب بامريكا سنوات الترينينج اسمها شرط هاي السنوات انه يكونها ACGME Accredited يعني موكل سن التدريب بتكون محسوبة فالACGME هي هيئة طبية شغلتها تعمل تراجع البروغرامات بروغرامات التدريب سواء اقامات برامج الاقامة برامج الفيلوشيب وتمنح الموافقة انه هذا المشفى وهذا البروغرام قادر انه يدرب طلاب بيكون منحته الترخيص فالولايات عموما بيجمعها شغلة هاي الشغل انه لازم يكون في سنوات تدريب بدون سنوات تدريب بامريكا ما رح قول مستحيل لانه للأسف مو للأسف طبعا من قوة النظام هم بامريكا انه لا مركزي فكل الولاية الى القوانين المختلفة ودائما ممكن التحايل او الالتفاف او انه بدكم ايها بتسميها في كتير رفات هاي القوانين في بعض حالات وانا اظن بعرف طبيب واحد على الاقل جابوه مو عربي طبعا جابوه من بلده هو طبيب جراحة ترانس بلانت بدون حتى ما يحصل على الACGME ولا على ترينيج بامريكا ووظفوه باستثناء لانه هنم بحاجة له هو كان طبيب مميز هاي الحالة بتصيل مرة بالمليون فبالتالي محد يعتمد عليها انه والله يجي من بلده لانه هو مبدع كتير انه امريكا تاخده بدون ما يعمل تدريب بامريكا وهذا الشي شبه مستحيل بس مؤني ما صار صار هلا المطلوب انه الواحد يعمل سنوات تدريب بامريكا الولايات عموما بتنقسم لقسمين فيه ولايات بدها ثلاث سنوات تدريب من هاي بيكون مرة تانية سنوات تدريب اي سي جي ام اي اكريديتد وفيه ولايات عددها ما بدت ما نحافظة هحط اللينك للي بيقلكم شوية ولايات بتاخد سنتين او بده سنتين على الاقل وفيه ولايات بده ثلاث سنين على الاقل وطبعا فيه شروط تفصيلية كتير بس عموما هذا هو البيج مع كل هاي ولايات هلا الـ ACGME هنين كل برامج الاقامة اللي بيجي اللي بيجي على امريكا بيعمل اقامة ريزيدنسي من الصفر كل هاي برامج الاقامة هي ACGME اكريديتد بالنسبة للداخلية الانترنال ميدسين الفيلوشيب الرئيسية بعد الانترنال ميدسين كلها اي سي جي ام اكريديتد يعني القلبية والكارديولوجي والصدرية والعناية والغداد والكلية والريماتولوجي مثلا هذو كلهم اي سي جي ام اي اكريديتد نادرة مستحيل تكون في بروغرام مانو اي سي جي ام اي من هذول هلأ التخصصات السب سب سب سبيشياليتي يعني بعد الكلية مثلا فيه تخصص اسمه زراعة الكلية اللي هو عملته انا تخصص زراعة الكلية مانو اي سي جي ام اي اكريديتد يعني سنت التدريب تبع النيفرولوجي ترانس بلانت ما انا معترف عليها من قبل اي سي جي ام اي لأنه ليش ما اعترفوا عليها انه ليعمل البروغرام ما ما لقى في حاجة انه يعمل الترخيص من الاسي جي ام اي لانه فيها فلوس بياخدوا ترخيص من هيئة تانية وعادة الاطباء ان يخلصوا ريزي دنسي ثلاثة سنين وخلصوا فلوشيب سنتين فانهم ما لقى بحاجة هذه السنة الترانس بلانت لحتى تخدمهم بالترخيص لاحقا لذلك ما احدا بحاجة هذا الموضوع خاصة ما في حاجة وبالتالي ما احدا يفكر فيها هلا مؤخرا لما صارت مشكلة اي ام جي لهن الاطباء اللي عم يجوا من بلادهم عم يعمل فلوسيب مباشرة بلاش تظهر هاي المشكلة بس عموما الامريكان او المقيمين بامريكا يتدربوا بامريكا من الصفر ما انهم بحاجة لهذا التدريب مثلا الجراحة العصبية هي اي سي جي امي اكريدد بس التخصصات الفرعية تبعها ترى موكلها اي سي جي امي اكريدد البروغرام ففي كتير فلوشيب هون بامريكا هنهم بحاجة ليد عامل يعني بيجيبوه للطبيب براتب ستين الف او خمسين الف اللي هو راتب مقيم عمليا يادو بيكفي دخله راتب السنوي طبعا عمليا يادو بيكفي اجار بيته ومصروف فعيلته اذا عنده ولاد بجوز ما يكفي صراحة فهذا بيكون هو يد عاملة هو عم يتدرب عندهم بس للأسف موكلها بتكون معترف عليها من قبل هيئة الاي سي جي امي وهذا ممكن يعمله مشكلة لاحقا لما يقدم على الترخيص فمهم جدا لما واحد يبدو يقدم على فيلوشيب بغض نظر شوى الفيلوشيب ان يعرفه اي سي جي امي واللمان اي سي جي امي وعادة بالداخلية مثل ما ان معظم التخصصات الفرعية او كلها هي اي سي جي امي اكريددد بروغرام هل بيحقله للطبيب اللي جاي من بر امريكا وعامل الداخلية بر امريكا انا ستكلم على طباء الداخلية هلا صار كلامي هلا بالنسبة للتخصصات الثاني انا على الاقل بعرف طبيب جراحة واحد احد الاصدقاء العزاء ده اجا من بر امريكا بتخصص الجراحة ببلاده وعمل فيلوشيب هون وراح اخذ الترخيص على هذا الفيلوشيب واشتغل وتعاقد مع مشفى الانهم بحاجته وبعرف على الاقل طبيبة نسائية بجوز ما بعرفها شخصيا بس انتكر اسمه كتير بالفترة الاخيرة نفس الشي عملت نفس الطريق هي عاملة نسائية ببلده بسوريا ودخلت على امريكا وعملت فيلوشيب فقط ومن خلال الفيلوشيب هاد اختيت الترخيص وحتى قدرت تتقدم البورد لاحقا وبالنسبة لاطباء الاشعة بعرف على الاقل طبيب زميل صديق عزيز كمان عمل نفس الطريقة طبعا الهيئات البورد تبعها دول الاشعة والأوب جي واي اين النسائية والجراحة شروطها مختلفة عن الهيئات البورد تبعها الداخلية وبالتالي الكلام من هلأ وراح يتعلق بالداخلية فقط مع انه في شي موازي لهدولك التخصصات الثانية وهنا نحط كل اللينكات اللي بتهم الطبيب اللازم حابب يمشي بهذا الباثوين فنجي على موضوع الفيلوشيب مثل ما قلنا شرط الفيلوشيب انه ياخدوك من برا انه هنه يكونوا بحاجتك فمثلا تخصصات القلبية والصدرية العناية المركزة وتخصص الهضمية هدول التخصصات اللي بتدري المصالي كتير هدول فعليها منافسة قوية جدا بامريكا لدرجة انه الاطباء اللي عاملين اقامة بامريكا ومتخرجين من جامعات حتى محترمة ربما ما يقدروا يحصلوا على هذا الفيلوشيب بامريكا فيه تنافس عاية درجة انه عدد المقاعد بيكون كذا مثلا بيكون نسبة الاشغال 99% بنهاية المفاضلة وبالتالي لطبيب قلبية او طبيب صدرية او طبيب عناية مثلا طبيب هضمية جاي من برا امريكا وعامل هنيكا ميدسين وعامل عشر سنين هضمية صعب يدخل بفيلوشيب هضمية مباشرة صعب جدا جدا ربما بتصير بس بديكون يعني واسطة تقيلة كتير كتير لحتى يقدر اعمل هذا الشيء لانه منطقيا انا ماني مصلحة كبروغرام ديلكتر جيب واحد من برا امريكا ما نحافظ السيستم ولا انا عارفانه مقابل في عندي عشرات بالمئات عم يقدموا على نفس البوزيشن هني خليجين امريكا وحافظين السيستم بصم نجعل التخصصات اللي ما بيكون في عليها اقبال عالي اللي هي منهم تخصص الكلية مثلا تخصص ال اي دي اللي هي الانفكتشنس ديزيز لانه ما في عليها فلوس كتير صراحة انا بدخل مصاري كتير فما في اقبال عالي عليها من الطباء اللي خرجين امريكا اللي هنن عاملين الريزدنسي بامريكا هدول اللي هنن فرصة صراحة ال اي ام جي انهن يقدموا عليهم واذا هنن محظوظين والسي فيي طبعهم قوية هنن متخرجين من بلادهم عاملين الانترنال ميدسين وربما شاغلين بتخصص فرعي مثلا مثل حالتي انا كنت طبيب عناية مثلا زميلي كان طبيب كلية واحد تاني كان طبيب كذا فهدول هنن هاي فرصة الاطباء انه البروغرام بيكون بحاجة مقيمين او فلوس عفوا اطباء فرعيين وما عم يلاقي من جوه البلاد من خريجين امريكا اللي هنن سواء امريكان او غير امريكان بس خريجين عم يقاملين ما عم يكون عم يتعبل مكان عنده وبالتالي عم يضطر ياخد من برا لانهو بحاجة يد عامل وإلا الاتنديك اللي هو المقيم المشرف هيشتغل بنفسه وهن ما لهم مصلحة هلأ بعد ما ينهي الطبيب سنوات الفيلوشيب اللي هي سنتين بحالة النيفرولوجي بيقدر ياخد ترخيص متل ما قلنا بولاية من الولايات طبعا هو المشكلة هون انه اللي بتصير انه انا عندي خمسين ولاية كل ترخيص بيكلف خمسمائة دولار فانا ما معقول انا اصلا فيلو ما عندي يعدو براد بيكفيني مصروفي الشهري اني ادفع خمسة وعشرين الف دولار وطالع خمسة وعشرين خمسين ترخيص ما حدا بيقدر يعمل هذا الشيء عادة الاذكياء واللي معهم مصالي ممكن يعرف انه اغلب الولايات اللي بتاخد مثلا فلوريدا تيكساس نيويورك فبيحاول يقدم على الترخيص السبعون بياخد اربع ترخيص مثلا احد زملائي حكالي القصة هاي وبيدفعلوا 2000 دولار بعين وقلوا عليها بحيث انه يكون فرصه اعلى بانه غالبا هياخدوا احد المشافي بهذه الولايات الاربعة الفرق اللي بيصير هلأ بعدين انه بعد ما يخلص الفيلوشيب اللي هي سنتين صار معه سنتين تدريب بامريكا من ACGME accredited program فهو يا اما بده يرجع على الريزيدنسي يعيد الاقامة من الصفر وهذا شيء في زملاء مرفقاتنا بيعملوه وعملوها الاقل بعرف اثنين من زملائي هيك بيتخلص من شغلة المشاكل اللي حيحكيكم ياه لاحقا انه هو ما نعامل internal medicine residency فهو مجرد عادل internal medicine residency وفي عنده اصلا الفيلوشيب سنتين صار هو خلص رجع مثله مثل كأنه خرج من امريكا فرصه انه يحصل الريزيدنسي بعد الفيلوشيب جيدة ما هي ما هي عالية كتير لانه بيكون عمره متقدم عادة بس كونه حصل experience من امريكا نفسه واذا اجعل بروغرام ابن حلال بيكون العلاقة الطيبة بين النيفرولوجي ديبارتمنت مثلا مثل ما انا كنت او ال اي ديبارتمنت او هو الالفيلوشيب ديبارتمنت مع الانترنا ميديسين ديبارتمنت وعادة ان هي بتكون بمشافي صغيرة لو انه جائع مشفى الجامعي ترى احتمال انه يروح على الريزيدنسي كتير ضعيف او صفر نسبيا بس مو اني شغلة ما صارت شغلة صارت كتير وبعرف على اقل اثنين من زملاء يعملوها بعد ما فهذا اذا هذا احد الخطوط انه هو يرجع يعمل اقامة ويصير مثله مثل غيره وخلاص حصل اقامة الداخلية وعنده اصلا الفيلوشيب فيروح بياخد البورد تبعون وبيشتغل بالمكان اللي بده اياه بدون اي مشاكل هلا الاحتمال التاني انه هو يروح يشتغل مباشرة بهدول السنتين اللي يعملون او يعمل سنة تدريب ثالثة باي بروغرام تاني مشان يكون يحصله ثلاث سنين احد زملاء انا راح عامل جيرياتريك ميدسين وهي جيرياتريك اسي جي ام اي فهلا صار معه ثلاث سنين ترينينج وصار بيقدر يقدم على التلخيص بكل الولايات الاحتمال التاني انه هو لا على السنتين هدول تبعوا نفسهم مثل ما انا عملت مثل انا عملت الترانس بلانت فانا الترانس مات ما انا معترف فيها من قبل الاسي جي امي وبالتالي انا صرت ما فيني ااخد ترخيص بولاياتي تبعى ثلاث سنين ففيني ااخد ترخيص بولاياتي السنتين وهي عدد كبير شيء خمسة عشر ولاية مثلا فانا هون بيبدأ بيبحث عن العمل بهدول الولايات اللي بتسمح لي ااخد ترخيص فيها المشكلة وين انه انا اذا فيني ااخد عمل خاص برايفيت يعني وفي مشافيه اماكن بتسمح لك يعني بيرضوا ياخدوك صراحة المشكلة انه انت عامل فقط الترينينج ييرز انت ما انك عامل البورد بعد لانه البورد ما بيسمح لك تاخده بالترينينج فقط لازم يكون معاك الانترنينج من قبله فانا هون بميز بين شغلتين بين الاختصاص سنوات الاختصاص والترينينج ييرز وبين الحصول على شهادة البورد شهادة البورد الأمريكي هي شهادة خاصة بتمنحها مؤسسة خاصة برايفيت ما لا علاقة بالدولة اصلا في كتير اطباء هون بيحصلوا على سنوات التدريب بيعملوا تدريب مثلا ثلاث سنين وما بياخد البورد تبع المدسين هو بيقدر يشتغل عليه وبيراتب جيد وبدون مشاكل المشفى لاحقا اللي بيكون فيه بيضغط عليه مشان يقدم البورد مشان يجدده كل فترة مشان سمعة المشفى او كذا بس نظريا هو بيقدر يشتغل بدون ما يكون حاصل على البورد ونفس الشيء بالفيلوشيب الحصول على شهادة البورد ما هو شرط اساسي اذا الكريدينشلينج كوميتي تبع المستشفى ما دقيت على هذا الموضوع بمعنى اخر كانوا بحاجتك فانت ماناك بحاجة لحصول على شهادة البورد طيب كيف الواحد بيقدر يحصل على شهادة البورد بعد ما بدون ما يعيد الريزيدنسي شهادة البورد تبع الانترنى ميدسين وشهادة البورد تبع النيفرولوجي مثلا هي صب سبيشالي حسب قانون هيئة البورد الامريكية الابي اي 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 اللي هي مؤسسة خاصة مثل ما حكينا القانون الحالي بيقول انه اذا انت اشتغلت بمكان اكاديمي اكاديمي سنتر يعني فيه ريزيدنط وفيه فيلوز اذا انت اشتغلت كاسيستنت بروفيسور على ثلاث سنوات واخدت ريكماندينشن لتر من البروغرام دايريكتر او البروغرام الهيت دي بارتمنت تبعك وقال انه هذا الطبيب جيد بيحقلك تقعد على البورد يعني تقدم هذا الامتحان تقدم هذا الامتحان فيه على الاقل طبيبين من زملائي مشوا بتسبقوني بالطريق وخلصوا ثلاث سنين تبعهم اللي هي اشتغلوا اسيستنت بروفيسور بدون ما يعودوا الميدسين وقدموا لهيئة البورد وهيئة البورد سمحت لهم يقعدوا على الامتحان واخدوا البورد الحمد لله وان شاء الله انا ماشي على هذا الطريق هلا الاحتمال الثاني اللي هو احتمال ضعيف انه انت ما تلاقي اكاديميك سنتر مثلا وتروح تشتغل برايبت برايبت بيشغلك بيطلعلك مصاري بس للاسف ما بيحقلك البورد بعدين ما بيحقلك تدخل على البورد لانه ما لك باكاديميك سنتر ما عندك ريزيدنس وعندك فلوس بعض الناس بلتف عليها بانه هذا البرايبت براكتس بيكون يعني هو مثل عيادة بتغطي يعني ما لك مركز اكاديمي انه هذا بيكون افلييتد مع اكاديميك سنتر وبيكون انك اخد اللقب طبع الاسستان بروفيسور بس هي لفة طويلة وصراحة احد المعارف عملها واظن انه مش الحال ما عود بنعنى اخر دائما في عندك طريقة للالتفاف على القانون الشيء الثاني ما بعرف خلينا نشوف اذا في شيكات وصراحة اظن هذا هو الخلاصة هلا كيف بتحصل على الشغلة طبعا شغلة مهمة ما رأت عليها كيف الاقامة بتحصل عليها بامريكا او كيف الفلوشيب تحصل عليها في امريكا لازم شرط اساسي انه يكونك حاصل على شهادة عفواً شهادة .شهادة هي فتبات لازم تكونك مقدم ستاب اي واسب اي واسب اي واسب اي وسابقاً كان السي اسي يتقدم خان تقدر تاخد شهادة وحتى بعدها في استاب ثري كمان كمان ضروري بالنسبة لفتلوشيب بغض الفالوشيب لازم تكونك اخذ ستاب ثري وهو ما بتحصله البعد ما تاخدش هذا الـ ECFMG فهي ثلاث امتحانات حقيقة او امتحانين سابقا كان الـ CS هو مطلوب بعد الـ COVID لغوا الـ CS وهلأ صار فيه طريقة عويصة صراحة ما نشاطر فيه ذلك أنا معت جاوبت الزملاء من الفيلم ما بعرف انا شو صار هلأ كيف الناس يعني شو القانون الجديد هلأ فيه الولفة انه بدك تعمل يعني صراحة ما بعرف القانون كيف هلأ الناس عم تشتغل على الـ ECFMG بعد ما ياخدوا step one و step two كيف عم ياخدوا لانه فيه طريقة الى هدك تجي على امريكا وتاخد الامتحان مو امتحان تاخد تعمل shadowing مثلا انك تشتغل بـ private practice اظن مع طبيب يعني وهذا الطبيب هو يعمل لك تقييم يكون طبيب general practitioner او طبيب كذا فيه الهون شروط صراحة انا فعلا ما بعرفها ابدا ابدا فهذه هي الطريقة لازم يكونك انت حاصل على الـ ECFMG ما فيه program ممكن ياخدك على residency او على fellowship الا ما يكونك حاصل على شهادة الـ ECFMG انا لما قدمت كتجربة شخصية الـ ECFMG مثلا حققت علامات مقبولة بالـ step one و step two ربما ما دقت كثير لاني كنت يعني ربما خطأ او غير خطأ بس هذا اللي صار يعني علامتي انا بالـ step two كانت جيدة كانت 228 و step three step one كانت 263 علامة جيدة كمان بس فيه ناس يعني خاصة عم نشوف علامات 250 و 260 خاصة للاطباء الـ fresh هذا اللي خدمني انا بتقديمي ان انا كنت طبيب داخلية وطبيب عناية وقضي عشر سنين بالعناية وهو معظم اسئلة هدول بيكون اسئلة داخلية واسئلة اسعاف طوارئ فبالتالي ما كان عندي مشكلة بالدراسة لدرجة ان step two مثلا قدمته بعشرين يوم فقط هذا اللي قرأته وهذا كان خطأ طبعا وما بنصح هده يعمله عيد تجربتي step one مثلا انا عطيته وقت اكبر قدمته بست اسابيع طبعا هذا المرة تاني كله ما بنصح هده يعمله لانه انت مانك امريكي المواطنين امريكان في عندهم دعم وبالتالي يقدموا الامتحان من افا ايدهم فانا عملين اقدمت الامتحان من افا ايدي هذا اللي صار معي صراحة ما بنصح هده يكرر نفس التجربة ابدا فاظني اجبت على جميع الاسئلة ان شاء الله يا رب يكون غطيت كل المواضيع سوف اضع روابط للحكي اللي حكيته سوف اضع رابط الاسئة في ام جي رابط الابي اي ام اللي بيحكي عنه كيف تحصل على البورد كيف تحصل على البورد اذا ما دخلت على الريزيدنسي كيف تقدر تحصل عليه ومرة تانية يبقلكم انه هون ميزة البلاد انه فيه لا مركزية بالحكم بمعنى اخر هاي كل ولاية بتحكم نفسها بنفسها بمعنى اخر كل ولاية الى القوانين المختلفة وكل ولاية الى تخبيصات صراحة لدرجة انه فينك بنفس الولاية نفسها تقدم طبيبين يقدموا نفس الوراء وواحد ينقبل واحد يرفضوا هذا الشي صار معي صراحة لان تفسير القوانين مختلفة يعني انت مرة عم يفسر القوانين هن موظفين ما هنن هالكفاءات العالية صراحة فالقانون مكتوب وبس والتفسيرات للأسف تتغير من شخص لآخر اظنى هيك غطيت كل المواضيع بتمنى يا رب بيكونني افدت وان شاء الله يا رب بيكون اللي حابين يمشوا بطريقه يمشوا عادة اللي بيتصلوا فيني صراحة بيكون هدفهم مو هو السؤال عن التفاصيل هاي اللي حكيتها اكتر منه هو اني شجعهم واني قلهم ايه بيمشي الحال وانا بحياتي ما قلت لحد لا ما بيمشي الحال كل الناس بيقدروا ان شاء الله ومهما كان عمرك انا دخلت على الموضوع بعمر 36 سنة او حتى 36 سنة تقريبا انا ما دخلت عمريكا لعمر الاربعين صراحة وهذا شي ربما بيعتبروا البعض مستحيل بس انا قدرت حقق هذا الشي وفي غيري من زملائي ربما دخلوا امريكا حتى من معارفنا يعني او دخلوا بعمر الاربعينات دخلوا امريكا بعمر الاربعينات وقدروا يندمجوا بالسيستم وامورهم جيدة وبعرف ناس منهم يعني فهذا فيني جوابكم عليه وان شاء الله يا رب كنت غطيت كل المواضيع وان شاء الله رب نلتقى بفيديوهات قريبة السلام عليكم